شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الاحتفالة الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك بحضور المحافظين وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مشيدا بالإنجازات التي تحققت بشأن تنفيذ أهداف الاستراتيجية والتي تمتد على مدى خمس سنوات على محورين أساسيين هما خفض العرض وخفض الطلب على المخدرات مثمنا معاليه جهود فريق العمل المعني بمتابعة التنفيذ والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة حيث بلغت نسبة إنجاز أهداف الاستراتيجية بجميع محاوريها 79% ما يعني تعزيز الرؤية العامة للاستراتيجية والمتمثلة في انطلاقة قوية من أجل مجتمع خال من المخدرات وأكد معاني الوزير أن مملكة البحرين تواصل تصديها لهذه الظاهرة وتتعمل مع المتاجرين من المخدرات بمنتهى الحزم والشدة وفق أحكام القانون منوها إلى أن جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب من الجميع أن نهوض بمسؤولياته في إطار تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها والسيطرة على خطر المخدرات من جهته عرب العميد عبدالعزيز معيوف الرمحي مدير عام الإدارة العامة للمنباحث والأدلة الجنائية في الكلمة التي ألقاها باسم اللجنة المنظمة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على دعمه ومساندته لجهود مكافحة المخدرات مستعرضا في هذا السياق جملة من الأحصائيات التي تعكس ما تم تحقيقه في هذا الشأن فخلال الفترة من بداية ناير وحتى 31 مايو 2017 ميلاديات تم ضبط ما يقارب 18 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة وما يزيد عن 6.5 كيلو جرام من مادة الهيروين وحوالي كيلو وي جرام من مادة ميثا أمفيتامين وحوالي 18 كيلو جراما من مادة المريقوانا و3 كيلو جرامات من بذور الخشخش بالإضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية المتنوعة مضيفا أنه بالإجمالي تم ضبط حوالي 605 قضية أسفرت عن ضبط 570 متهما كما تضمن الجهود إدارة مكافحة المخدرات الحملات التوعوية طوال العام والحملات المتخصصة بحماية الأسرة من الوقوع في براثن هذه الآفة وتبادل المعلومات والخبرات بين دول الخليج وباقي الدول العربية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المشتركة من جهته ألقى القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي كلمة حية في مستهلها جهود وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة منوها إلى أن الأمم المتحدة أطلقت اليوم العالمي لمكافحة المخدرات للتذكير بأهمية تكاتف كافة الجهود لمواجهة المخدرات التي تنخر في أساس المجتمعات وهم النشء والشباب مشيدا في الوقت ذاته بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ووزارة الداخلية واجتمل الاحتفال على عرض فيلم وثائقي استعرض الجهود والإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ أن أطلقها معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتاريخ الخامس والعشرين من يونيو من عام 2015 ميلادية ومثلت عهدا جديدا من الإصرار ومواصلة الجهود لحماية المجتمع من خطر المخدرات تلاها قرار معالي وزير الوزير بتشكيل فريق عمل مكلف بمتابعة الأهداف الأربعة والعشرين للإستراتيجية بالتنسيق مع شركاء التنفيذ وذلك في إطار العمل على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وقد تضمن الاحتفال تكريم معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة للسفير بديوان وزارة الخارجية لجهوده المتميزة ومبادراته الرائدة طيلة فترة عمله بوزارة الداخلية وخلال أعضويته في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئاسته برنامج معن لمكافحة العنف والإدمان وترأسه للفريق المعني بمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات فضلا عن عديد من الإنجازات التي حققها فيما يتعلق بالعمل الوطني العام كما تم تكريم العميد عبد الرحمن صالح السنان على جهوده الدؤوبة خلال عمله مقررا لللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والعميد بارك بن حويل خلال عمله مديرا لإدارة مكافحة المخدرات وشملت قائمة المكرمين فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمتميزين من إدارة مكافحة المخدرات وبرنامج معن كما تم تكريم الشركات الرعية حيث أشاد معالي الوزير بجهودهم في التصدي للمخدرات متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن في حياتك في مجتمعك لا مكان للمخدرات عنوان تجتمع بين ثنايا تلك الرسائل الإرشادية التي تنادي بخطر التعامل مع هذه الآفة التي تقض مضجع تنمية العديد من المجتمعات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وفي كل عام يجدد التأكيد على أهمية الوقوف بحزم في وجه هادم الحياة عدة رسائل أطلقت من محفل اليوم أولا هو مدى اهتمام معالي الوزير الداخلية بحكم منصبه كرئيس للجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدعم الاستراتيجية الوطنية التي وضعت بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال السنوات الماضية ومدى اهتمامه بمتابعة مع أعضاء اللجنة ومع الفريق التنفيذي لتنفيذ الاستراتيجية مدى التقدم في تطبيقها وما هو الذي أحرز وأنقز استراتيجية وطنية سطع نجم جدواها في الحد من الانتشار الملحوظ للمخدرات فهي من ساهمت في الوصول إلى كل صغير أو كبير قد يكون عرضة لاجتياح عناصر الموت البطيء داخل محيط جسده نحن من حيث التوعية نقوم بمحاضرات في المدارس في المساجد في الكليات الجامعات في الميالس في المحافظات في كل فعالية حصلنا الموجودين التوعية هي أول شيء الأساس أنه بين حق الناس أن المخدرات حرب حرب متوجهة علينا من حذية نوعية المخدرات التي توصل لنا رداءة الكيميكال التي يحطون فيها المخدرات نوعي الشباب في بعض المخدرات يستخدم الإنسان يمكن مرة واحدة يفقد حياته دور مجتمعي أنيط به القيام بدور المشارك لما تنتهجه الجهات الحكومية من خطط تبطل مفعول التوسع الأرعن لمادة المخدرات بين أركان البيئات التي يقطنها الأفراد والجماعات البرنامج طبعا بدأ في سنة 2011 برؤوسة معالي شيخ عبدالله مراشد الخليفة واليوم عندنا أكثر من 120 شرطي منافذ البرنامج ومغطين تقريبا نصف دورس البحرين وعدد الطلب المستفيدين 90 ألف طالب يستفيدون من برنامج معا بطريقة أن نعلمهم كيف يتعاملون مع المواقف والتحديات التي واجهونها في الحياة ونعلمهم المهارات الحياتية التي يحتاجونها حيث أن يتعاملون مع هذه المواقف جهود مضنية تقوم بها وزارة الداخلية إلى جانب شركائها الفاعلين تأتي في إطار تبني العديد من الحملات التوعوية السنوية إلى جانب تلك الحملات المتخصصة بحماية الأشرى من الوقوع في براثن هذه الآفة من أجل ضمان مجتمع خال من المخدرات جهود مجتمعية تتكاتف بين الحين والآخر لتجدد التذكير بأهمية التضافر سوية من أجل تبديد المخاطر كافة الآتية من شبح المخدرات المرعب لتلفزيون البحرين محمد الشدات